طيب أنت ليه في الحفلة تعد تعيد الأم؟ وأنت صغيرة، المدرسة قالت الطفلة اللبنانية أنغامة دي حفلة تعيد الأم بتاعت المدرسة، أنا قعدت في المدرسة سنة واحدة وسبت المدرسة بعد جدا؟ وسبت المدرسة ودخلت كونسرفاتور كونسرفاتور مدرسة؟ أنا قلت بطلتي تعليم لا، ده أنا زودت زودت المأسولية لأنه كونسرفاتور أنت بتدرس اللي يأخدوه في المدرسة كل حاجة العربي والحساب والعلوم ومزيكة والمزيكة كلها اللي في الدنيا كل المزيكة؟ كل حاجة بقى تلعب آلة وتتعلم تقرأ مزيكة مادة أساسية كبيرة طبعا ليه بقى سموكي الطفلة اللبنانية أنا؟ ما عرفش، والله لحد دلوقتي ما عرف هي قلت كده ليه عشان أنا غنيتي حد لبناني مثلا؟ غنيت حاجة لست فيروس يعني ما معرفش حاجة دي اللي حفزها دي قادة دي أول حب بالنسبالك طبعا أول حب أول حب صح ده أنت بص وشك انبسط أول ما جدنا سنتها بس كنت أحبت أغنيلها هي مش بس بحب أغنيلها أنا كنت وأنا طفلة كنت متأثرة جدا بيها عارف النجم بتاعك اللي هو يعني أنت بسموه إيه النجمك المفضل يعني هي دي لما زهرت فيروس بزيت في مصر طبعا ما كنتش عارف يعني مين فيروس أصلا هي عملت حفلات أو حفلة واحدة في حديقة الأندلس أو حاجة زي كده زمان في مصر حفلة دي كانت مشهورة جدا تتزاعة في تلفزيون مصري باستمرار فهي دي كانت أول يعني معرفة بفيروس بالنسبة لي شفتها طبعا عن مصر حاجة أو شفتها في تلفزيون طبعا هي عندها حضور غير عادي ووقفة غير عادية صوت غير عادي وكان معها الفرقة بتاعتها أو الأوركسترا يعني بتاعها كله والرقصين ده عاصي رحباني يا الله يرحمه كان زوجها وكان قائد الأوركسترا فكانوا مبهرين قوي موضوع كامل كبير موضوع كبير قوي وهي عظيمة قوي وكان بتغير فستانها وكان بتغير تسريحة شعرها والربطة اللي على شعرها فأنا بقى أخدت الحاجات دي حبيت القصة مثل هذا وانت بقى حبيتي حبيت فيروس الحد الآن هي مفضلة بالنسبة لي أو المدرسة اللي بحبها قوي المدرسة الغنائية اللي أنا أميل لها